صباح الفل عليك ونهاردة اول فيلوج لنا وحبيت انه يكون من المكان اللي انا عايش فيه من المعدية وهيكون عن التغارات الوراة المعدية هو مكان تابع لمركز ايدكم وحافظة البحيرة شرق اسكندرية شوية كيلو مترات كده اه شرق اسكندرية صحيح حبيت اشارك معاكم حاجة موجودة في العالم كله تقريبا مش موجودة عندنا بس وهي التغارات الوراة لكن الفترة اللي فاتت الموضوع زاد بشكل مرحوظ فحبيت ان انا وصفه بشكل مختلف وفي الحقيقة انا مش هتكلم عن التغارات الوراة انا هتكلم عن تجربة استخدام التغارات الوراة في التصوير الحقيقة ان انا مش اول واحد يجرب الموضوع واول واحد شفته جرب الموضوع في مصر هو احمد منصور من مركز الرحمنية محافظة البحيرة بردو وجهات خميس جربوا في المعدية بردو من اسبوعين تقريبا في الوقت اللي انا كنت بحضر فيه البلوك ده فيلا بينا نشوف التجربة بتاعتي عملنا فيها ايه فاشكر طبعا صديق ابراهيم توتو على مساعدته في البلوك ده هو اللي جاب لنا الطيارة وكان بيساعدني في التصوير ودلوقتي هنطير الطيارة من مكان بحبه جدا في المعدية وهننزلها في مكان بحبه برضو ونعتبره من اشهر معالم المعدية دلوقتي احنا حطيني الجو برو في الطيارة ونجرب نطيرها ونصور بيها ونشوف هتطلع معانا ايه يلا بينا الحقيقة ان الهواء جامل جدا مش عارف النتيجة هتكون ازاي فعلا هنشوف مع بعض لما تنزل الطيارة دلوقتي موسيقى دلوقتي انا بصور بلين سيزوم على 300 ميلي وللأسف العادسة ما فيهاش استيبلايزر ولا اوتوفوكس وللأسف الشمس مخلييني مش شايف كويس موسيقى 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 الخيط بتع الطيارة كنا بنلموا بسرعة على الارض فتلقبط والشباب الجميل دول قرر انه يساعدنا من غير ما نطلب منه ومحمد كمان قرر انه يسلينا شوية هو شغل شغل ايه غني انا عايز اغني سيبه اغني يلا هو شغل والمشي يا عالم ايه الحقونا يا عالم عطمونا ايه اصل الكورونا يا عالم ايه الحقونا دلوقتي احنا خلصنا تصوير ويلا بينا نشوف نتيجة التصوير مع بعض للاسف زي ما احنا شايفين الفيديو بيتهز جامد وده نتيجة ان الهوا كان شديد جدا ولكن حاولت اخد منه صور وكانت دين نتيجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا اتمنى يكون عجبكو ونشوفكو في فيديو جاية تانية كتير في مصر وبرا مصر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة